بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين وبعد حديثنا معكم عن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا تواضعا كتواضعه صلى الله عليه وسلم عندما أتم الله له الأمر وفتح الله له الفتوحات وكسر أصحابه صعد المنبر وقال أيها الناس من كنت قد شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه أي فليقتص منه هذا في أوج قوته أيها الناس من كنت قد جلت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه أي فليقتص منه ولم يجلد ظهرا لأحد صلى الله عليه وسلم ولم يوجه السب لأحد ومع ذلك يبرئ ساحته صلى الله عليه وسلم متواضعا لربه عندما دخل مكة منتصرا ما الذي يفعله الإنسان في حال الانتصار؟ الشماتة؟ الكبر؟ التفاخر؟ دخل مكة منتصرا فطأطأ رأسه لربه وانحنى حتى لمست لحيته الشريفة ظهر البعير من انكساره لربه سبحانه وتعالى وقد دخلها منتصرا فاتحا النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة الكرام على التواضع بعث معاذا إلى اليمن وأراد أن يودعه وأن يوجه له رسالة وأصر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمشي على قدمي ومعاز يركب على دابته ورسول الله يمشي صلى الله عليه وسلم ومعاز في قمة الخجل والحياء من رسول الله أنه يركب على دابته ورسول الله يمشي على قدمي وهكذا يكون التواضع فلما أراد أن يودعه خارج حدود المدينة نظر رسول الله إلى المدينة صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ لعلك ألا تلقاني بعد عام هذا فبكى معاز رضي الله عنه وأرضاه ولعلك أن تمر بقبري ثم قال له يا معاز أولى الناس بي هم المتقون من كانوا وحيس كانوا جلس مع النابغة الجعدي وكان شاعرا فصيحا وكان يجلس مع سائر الناس كان كبقية الناس صلى الله عليه وسلم في تواضعه جلس مع النابغة الجعدي وإذ بالنابغة يقول هذا البيت من الشعر لا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر يحمي صفوه أن يكدر أعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قاله فدعا له بالبركة دعا له وقال له لا يفضض الله فاك فعاش وقد جاوز المئة ولم ينكسر له سن ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى تواضعه صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الشاعر تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مع ما هو فيه ومع ما أعطاه الله له من الدرجات إنا فتحنا لك فتحا مبينا مع كل هذا يتواضع ويخير بين أن يكون ملكا نبيا وبين أن يكون عبدا رسولا فاختار أن يكون عبدا رسولا دخل صلى الله عليه وسلم مرة على أخ لأنس بن مالك وأنس هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أخوه وأخوه يبكي لأن عصفوره قد مات أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يداعب هذا الطفل الذي مات عصفوره وأن يؤانسه وأن يزهب عنه الحزن فإذ به يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير النغير هو العصفور يا أبا عمير يداعبه ما فعل النغير علماء الأندلس خرجوا من هذا الحديث ما يزيد على المئة حكم من الأحكام الفقهية ومن الآداب يا أبا عمير ما فعل النغير تواضع تكون كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تكون كالدخان يعلو بنفسه على طبقات الجو وهو وضيع اللهم ارزقنا تواضعا كتواضع الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر